اليوم ان شاء الله سنشارك معكم جوج عصائر رمضانية سهلة و بسيطة و الاهم انها اقتصادية كتوجد فرمشة عين و كتجيل ديدة و منعيشة بزاف تابعوا معايا الطريقة و لا تنسونيش من لايكاتكم و تشجيعاتكم و لا تنسوش نضموا الحسابي عنوال الحادقة باش تبقوا دائما توصلوا بجديد الوصفات و الشهيوات لك نشارك معاكم و نبدو على بركتي الله بالنسبة للعصير الاول سنحتاج فيه جوج حبة دي الحامض الحامض هو هو الاساسي دي الاعسائر دينا بجوج كنا نأخذ القشور دي�� هم احتفظ بيهم جانبا و نقسم هذوك الحامضات على جوج و كان بدكنك نعصر كت Regitchens صفي بها تشكل هذا كان فرغها partner anna من هذه العصر عندما حصلت عليه ف1 كاس دي العنبه في الاخير كان نكون حصلت على 1 كاس مع مرش دي العاصر دي الحامض من جوج دي الحباط دي الحامض كبارين كيف مشتو معي صفي غد نجيب 1 ظلفة قاندير فيvert See Ц我要 add pods كبير السكر العصر الحمض ضروري يجب سكر بضيفه حمض حيث يجي هو هذا ربعه ديال المعالقة سكر جاونا في العصر هو هذا ما يجيش حلوه بزيف و ما يجيش حامض سوفي حاولت اني نمزج هدوك القشور مع السكر مزيان حتي يتلقونا ذاك البنة اللي فيهم ومن بعد ضفت ورقة ديال النعناع مع داك الكاس ديال العصار ديال الحامض وكن طحن هاد المكونات هادو مزيان مزيان سافي من بعد غد نضف هاد المرحلة الماء غد نحتاج لتر إلا ربع ديال الماء ومباشرة كنصفي هاد المكونات باش كنحيد هادوك القشور وهادوك القطع اللي بقاولية ديال ورقة ديال النعناع وكن حصل على واحد العصار لي كيكون رائع وخفيف بزاف خصوصا للناس لي معزيش عليهم العصائر اللي كتكون تقيلة في رمضان سافي غد نضيرو فتلاجة وغد نخليه برد ونحضروا العصار الثاني العصار الثاني كنحتاج فيه جوج حبات ديال التفاح وحبات ديال الحامض دائما الحامض كنحيد للقشور ديالو بهات شكل هادا ومن بعد كندوز كننقي هاد الحامضة هادي مزيان مزيان كنحيد للقشرة البيضة وكنحيد لدوك العظام لكيكونوا لداخل لانهم هما لكيمرون لنا العصار وبالتالي غد يجيكم العصار ديالكم مر الى خليتهم سافي كيف ما كنتشوفوا معايا كنحيد لقشرة البيضة ومن بعد ما كنحيد لقشرة البيضة كنقطع ذاك الحامض على شكل يعني دوائر باش هكا كنحيد العظام من الداخل ايضا بنسبه التفاح غد نخليه بالقشرة ديالو ندر تفاحة حمرة وتفاحة صفرة يعني غير بالصدفة انتم ما تفاح حمر خضرت صفر اللي كان متوفر عندكم كتستعمله خلي التفاح ديالي بالقشرة ديالو كنحيد لغير ذيك الزرع الدخلانية تصافي وكنقطعه بطريقة اللي عشوائية من بعد ما كنسالي تفاحة تبجوش كناخد هاد الكمية هادي وكنديرها فطنجرة الضغط كنضيف لها ربع لتر ديال الماء يعني كمية قليلة ديال ما غير فاش كاي طيبو كنصد الكوكوت بالصفارة وكنحطي على نار متوسطة وكنحسب عشرة ديال دقيق نحصل على المكونات ديال ما تشكل هذا كنفرغوا في واحد سلافة غادي نضيف لهم هادوك القشور ديال الحامض اللي احتفت بهم من الاول ثلاثة المعلقة ديال السكر والسكر كيبقى على حسب الضوغ تقدروا تضيفه كتر او تنقصه ضفت مع القاة كبيرة ديال الياغورت بالنكاد الفاني وضفت ايضا نصف لتر ديال الماء وكنتحن هاد المكونات وكنصفهم باش كاتحيد لديك القشور ديال الحامض والقشرة ايضا ديال تفاح صافيا من بعد كنحصل على واحد العصار اللي كيكون خاتر وناعم يعني مختلف على العصار الاول يعني جوج ديال العصائر بالحامض مختلف على بعضيتها وواحد يستيكون في الاخر كيجي ووعري بزاف درتهم في التلاجة وخليتهم حتى بردوا تماما وهذا هو القوام والشكل ديال العصار الاول كيجي رائع بزاف اما العصار الثاني فكيجي ناعم وخاتر واحد شوية كيجي رائح تهو بزاف 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 جربوهم وسجلو عندكم الفيديو الرمضان وما تنسونيش ما اللايكاتكم وتشجيعتكم وما تنسوش نضمو الحساب عنوال حادك وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله